بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى الحبابي كونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة أحبابي خلوا لي تعليق بالصلاة على الحبيب باش تكمل المراد ويكمل معنا أي حاجة غد ينديرها إن شاء الله إذن أحبابي غد ينهضروا على الموضوع ليحطوا لي الناس تعليقات على المشكل العقم أو السحر الأرحام أو المشاكل الحياة الزوجية بعد الأحيان تيكون فيها برود جنسي تيكون فيها برود عاطفي تيكون فيها برود العلاقات إذن بعد الأحيان تيكون سحر تيكون سحر تفريق وتيولي تيولي المس العاشق هو التي يبعد المرأة على الزوج ديالها ويعطيها طاقة البرود الحياة الطبيعية أو أنها ما تكونش بغي الراجل إما تشم فيه رحة كريهة أو هو يشوف فيها صورة بشعة لأنها عند عارض هو المس العاشق اللي تيعطي وحتى طاقة ديال نفور المرأة ما بينها وبين الزوج ديالها إذن تابعوا هذه المشاكل التي تتوقع تيكون صداع تيكون مشاكل تيكون نفور الزوج بعيد عن المرأة أو المرأة بعيدة عن الزوج ديالها تيولي فطور في العلاقات وتيولي برود جنسي إذن تتولي المرأة أنها تتكون تاخد العلاقة مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر لأنها عندها برود عاطفي مكون لها هذا السحر التفريق إذن المرأة اللي تتكون عند هذه الحالة غادي إن شاء الله تاخد الماء وتقرع لي آية وحدة فقط الآية ميوجوج من صورة البقرة تقرأها على الماء تشرب هيوية غادي يتفكدك سحر ديال السحر النفور أو السحر التفريق أو أي حاجة الآية هي عود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر الآية غادي تقرأي هالعدد اللي يبغيث سبعة مرات أو ثمانية أو عشرة غادي تحسي بأن الفرق غادي بدأ يبلك غادي بدأ يبلك الفرق بأن الحياة الطبيعية ولكن باش تكون عندكم واحدة الرغبة في الحياة الجنسية اللي تتكون بين هاو بين المرأة والزوج لأن لا حياة في الدين علاقة زوجية تتكون باردة ما تتكونش حياة طبيعية مقدر ما يكونش حتى الإنجاب إذن غادي ناخدو إما حب برشاد مع الحليب ناخد معلقة الحليب الساخن ونوضع فيه معلقة دي الحب برشاد نشربها كل أسبوع نشربها جج مرات أو ثلاثة ولكن نشربها من بغي نمشي النام رائعة في علاج الحيوانات المنوية الإنسان اللي بارد من العاطفة بينه بين زوجة دياله إما راجل إما مرأة أما المرأة اللي عندها عقم المرأة اللي عندها عقم أو عندها ما كيناش العقيمة كيربي سبحانه وتعالى الحنان تيحن ولكن تنحاولوا أن نعطوكم بعض الوصفات باش ربي يفتح النصيب ولكن المرأة اللي عندها مشكل ديالعقم الدوم على اسم الرحيم والدوم على صورة مريم على صورة مريم تقراها على ماء وتشربها مع صورة الرحمن الدهن بزيت الزيتون في القسط الهندي والفيجل والدهن البطن ديالها وتحط قليل في الصرة وتشم شي حاجة قليلة من زيت الزيتون لفي القسط الهندي مع الفيجل باش أي عارض ينفر ما بين الكتفين ما بين الظهر رجلين ديالك لكن أي عارض جالس في المنطقة ديال إخصاب غادي إن شاء الله يتزيح ويحيد إذن المرأة اللي بغت تولد غادي تاخد حب رشاد مع الحيب الوقت اللي تفوت هالعادة يتبقى في هذيك السفورية السفورية هي أنك آخر يوم يكون على حسب المدة الزمانية تتجيك غادي تحسبي الأيام وغادي تشري هذي حب رشاد وتنقيهم زيان لأنه تكون في الحجر وغادي نخليه في واحد البواطة أو نخليه في واحد القرعة ديال الزاج وغادي نغطيهم زيان بعد ما نقيته ما تتغسلش هو لأنه إلا تغسل تتعلق هنحاول نقيتهم زيان ونخليه على جنب الوقت اللي تفوتني العادة الشهرية غادي نشربه مدة ثلاث أيام أو ربعات الأيام أو خمس أيام إذن إنسان يحاول أنه يجدد علاقته نهار 13 14 15 وقت المبيض وقت المبيض يستعن الإنسان بالقرآن الكريم لأنه شفاء ودواء ويحاول أنه يذكر الله باش يذكره والمرأة اللي عندها هاد المشكل تحاول أنه تشرب هاد حب برشاد يكون ساخن مع معلقة معتدلة معتدلة دي الحب برشاد في الحليب ساخن تخليه 10 دقائق وغادي تشربه دافي لأنه خاصة تحط حب برشاد مع الحليب سخون باش أنها يعطيني هادك الكيد دي الحب برشاد والمفعول الرئيسي دي المفعول الرئيسي لعلاج العقم لأنه بعد الأحيان إنسان تزيد بيضة بالدية من تيكون ونحط حب برشاد مع آآ مع الحليف كاسرون ويسخنه ويضيف ليه بيضة بلدية بيضة بلدية مع شوية الإبزار الأبيض ولكن هاتشي تديريه من مورة العادة شهرية من تساري وتحس بي الأوقات دي الإخصاب هي نهار 13 14 15 3 أيام لاحظوا أنكم إلا كانوا عندكم عوارض هذك الوقت تتكوني مخاصمة مع الزوج ديالك تتكوني إما مضاربة وإما مخاصمة لأن ذك العارض مثل يبغيك تتاصلي مع الزوج ديالك في هذك الوقت اللي خاصك أنك تكوني عندك طاقة ديال أنك بيش تأخدي هذك البويضة وتكوني إن شاء الله حاملة لأنه تيحرص على هذ المشاكل بيش أنكم تكونوا ديما مخاصبين في هذك البريود ديال نهار 13 14 15 بيش أن الوقت يفوت عوة تتجي العادة الشهرية وتالإنسان تيدخل في إحبار تيدخل في تأملات تيدخل في مشاكل نفسية إذن احتاطوا إلا كان عندكم عوارد ديال المس حاولوا تعالجوا غير بالقرآن القرآن المقري بسبع ورقات ونعوم ونجمع الماء نلحوا في مكان عاشب ندير وصفات شعبية بحلاده أو نواجه نفسي بالقرآن الكريم ونخرج جميع العوائد ديال إن كان مس وإن كان عارض من السحر وإن كانت عارضة تتعرض لك في الإنجاب وإما عين وقفات لك بزرح ويج منها الإنجاب وإما الحسد الحسد دائما سنقول لكم أقوى من السحر لأن الحسد خارج من نفس أما ربسه تتكون نفس حاقدة تحيد لك زوال النعم أنت تبغي تحيد لك هذا الخير اللي أعطك سيد ربي إن كان زواج صالح وإن كان بيت زوين وإما كان أي حاجة تتمتلكها الحسد تبغي يحيد هالك ولكن كانوا زمان تقولوا اللي كتر حسدنا قد ما حسدك إنسان قد ما يعطيك ولكن تأطر عليك بطاقة سلبية وتيعطيك نحس بهذيك الطاقة الشرانية دياله إذن حبابي إذا كنتوا تبغيوا هاد القناة وتبغيوا أنها تستمر خلوا لي اللي لايك وخلوا الدعم ديالكم تهمني بزيب وتنتمنى ربي سبحانه وتعالى يحفظكم ويحفظوا لداتكم ويحفظ جميع المسلمين ويحفظ قاعد الناس التي تتابعوا هاد القناة شكرا جزيلا لهم إذن أحبابي تنتمنى لكم حظ سعيد وإلى وصفة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله